السلام عليكم وصفتنا النهاردة هي حلوة السميد تتعامل في خمس دقايق بالكتير عشر دقايق بتكون جاهزة معاك بتتعامل بتلات مكونات فقط مكونات بسيطة جدا بتدينا كمية كبيرة يعني موفرة جدا وكمان سهلة ولذيذة وكمان هنعملها بدون فرن يعني في الحلة على البتجاز اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة دي كل المكونات اللي هنستخدمها معانا ميد جرام من الزبدة ممكن كمان تستبدلوها بميد جرام من السمنة ويستحسن الزبدة تكون صناعية زي فرن او كريستال مثلا وممكن خلط من الزبدة والسمن اهم حاجة ميد جرام او كباية من كبايات الشاي يعني كمية الزبدة بتكون نص كمية الدقيقة اللي هنستخدمه ومعانا كمان كبايتين من المية العادية يعني مية من الحنفية عادي خالص وكمان كباية ونص من السكر لو بتحبوا الحلويات مسكرة جامد ممكن تستخدموا كبايتين وكمان كبايتين من السميد او ديه البسبوسة هنحط الحل على النار ونحط فيها كباية الزبدة او المية جرام من الزبدة او خليط الزبدة والسمن او السمن فقط اي حاجة انتو تحبوا تستخدموها استخدموها وهنسيب الزبدة تسيح خالص اول ما الزبدة تسيح هنضيف كبايتين السميد او كبايتين دقيق البسبوسة وهنفضل نقلب في دقيق البسبوسة باستمرار لحد ما ياخد اللون الدهبي او البن الفاتح اهم حاجة التقليب المستمر عشان ما يتحرقش من ناحية والناحية التانية تكون بيضة لان اهم حاجة في الوصفة دي ان دقيق السميد يكون لونه لون واحد وكمان لو اتحرق بيكون طعمه مر ويكون وحش جدا خلاص كده دقيق السميد بقى لونه دهبي بالشكل ده او بن فاتح زي ما قلتلكم دلوقتي هنضيف عليه السكر اللي هو كباية ونص وكمان على طول هنضيف عليه كبايتين المية طبعا النار زي ما قلتلكم متوسطة برضو هنفضل نقلب فيه باستمرار لحد ما دقيق السميد يتشرب كل كمية المية دي وهو ما بياخدش اي وقت خالص انا مستخدمة العين اللي في النص بتاعة البوتاجاز يعني المتوسط بتاعها طبعا يكون عالي بالنسبة للعيون التانية اهم حاجة التقليب المستمر عشان دي السميد ما يلزعش في الحلة هو كده لسه خفيف لازم دي السميد يتشرب كل السائل الموجود فيه ده كده شكل الحلويات بعد حوالي ديقتين او تلات دقايق لسه برضو فيها جزء من السوايل اول ما يوصل دي السميد ويكون بالشكل ده واحنا بنقلبه يكون زي كتلة واحدة كده خلاص الحلويات بتاعتنا خلصت نشيلها بقى من على النار ونحطها في اطباق طبعا تشكيل الحلويات دي اختياري جدا هوريكو كذا شكل مثلا لو عندنا قلب زي ده او دايرة او اي شكل نحط كده فيه حوالي معلقتين من الحلويات بتاعتنا ونجيب معلقة صغيرة ونفردها كده بالراحة خالص في الشكل اللي معانا بعد كده نشيل القلب من عليها شايفين شكلها حلو جدا ازاي وجامدة جدا ومثلا عندنا اولي بالكوب كيك دي برضو نحط فيها معلقة او معلقة ونص ونفردها برضو بالمعلقة الصغيرة بالشكل ده وكمان ممكن نستخدم اوالي بالكوب كيك بس نقلبها على طبق بيكون برضو شكلها حلو جدا وكمان الشكل ده شكل القلب ده برضو بيكون حلو جدا وممكن على فكرة الحلويات دي تتعمل كمشروع بس طبعا هتكون في اوالي بالكوب كيك اللي هي الورق المشروع ده طبعا هيكون مربح جدا لانه مكوناته بسيطة جدا هنشوف دلوقتي ازاي نعمله دايرة هنحط كمية كده في طبق ونفردها بمعلقة بالشكل ده ونشكلها على شكل دايرة كده من الجوانب بنعملها من الجوانب كده بالشكل ده بالراحة خالص الحلويات بداعتنا نعمة جدا وشكلها حلو جدا كمان ما بتتشكل وكمان طعمها حلو جدا بعد ما نعمل الدايرة هنجيب سكينة ونعمل زي خطوط كده انا ما بقطعهاش انا بعمل بس خطوط من على الوش بالشكل ده شايفين شكلها حلو جدا ازاي وكمان القلب ممكن نعمله بنفس الطريقة وممكن كمان لو عندنا كبيات صغيرة زي دي نحط فيها الحلويات بيكون برضو شكلها جميل جدا طبعا دي كلها افكار للتقديم عندكم طبعا حرية الاختيار وطبعا ممكن نزينها بمكسرات او جوز هند او سوداني التزيين برضو حسب الرغبة ودي كانت وصفة الحلويات بتاعت النهاردة شايفين متماسكة جدا وشكلها حلو جدا ازاي وكمان طعمها جميل جدا احلى كتير من البسبوسة وصفة جديدة ممكن تتعمل لرمضان سهلة جدا وطعمها لذيذ جدا وكل عام احنا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته